الحالمة تعز المدينة المحررة والمحاصرة حوثياً تتلمس أيضاً طريقها في الداخل إلى الوضع الطبيعي الصحيح على مسار تفعيل مؤسسات الدولة وتصحيح مسارتها فالحرب المديدة والحصار المطوق وخنقا تعز من مختلف الجهات الجغرافية كان لهم انعكاساتهما السلبية على طريق الاتصال بين المحافظة والدولة ومستوى الحضور الحكومية ولنواجهة تحديات عملية التصحيح لمضطرب من وضع إداري أو حاد عن الخط القانوني داخل المكاتب الحكومية بالمحافظة دشن محافظ تعز نبيل شمسان حلقة نقاشية معنية بهذا الخصوص وتدور الحلقة التي ينظمها مكتب مالية المحافظة حول محورين جدليين في الإعلام والشارع المحلية وهما قانونية التحصيل الإيرادي وشفافية الرقابة المالية وكانت الشكاوى محلية تصاعدت أصواتها من وجود جبايات قصرية وغير قانونية على المحال في السوق التجارية بخاصة في شهر رمضان المنقضي كما تزايد الحديث عن وجود اختلالات عميقة في المكاتب الحكومية بالمحافظة يترافق أداء دون المستوى المسؤول من إدارتها البحلية ورخاوة سلطة النظام والقانون تجاه المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري وتهدف الحلقة النقاشية إلى إشراك كافة فروح المكاتب الحكومية والمجتمع المحلي في عملية صناعة القرار وأسياغة مخرجات تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل في الأداء وتفعيل مبدأ الشفافية وسلطة الرقابة والمحاسبة ترجمة نانسي قنقر